أهلا بحضراتكم من جديد عند موضوعين مهمين جدا ولكن مهم جدا نتكلم فيه من النهاردة رغم ديق الوقت وعندنا تفاصيل عن مباراة الأهل ورية المدريد أولا الحمد لله والفضل لله كانت القناة الوحيدة والبرنامج الوحيد اللي يتكلم في هذه القضية قضية إذاعة مباراة كأس العالم للأندية كانت قناة الأهل من خلال برنامج التريند ناس كتيرة قعدت تبعات اللي تقولي تم قنوات الأندية ممكن تشتري يا جماعة قنوات الأندية الفيفا لا يتعامل معها بشكل مباشر الفيفا يتعامل مع القنوات المشفرة أو القنوات اللي لها الحقوق الحصرية في بعض الأقمار الصناعية في بعض المناطق الجغرافية ليه بعض الشروط ولكن لما نشدنا هنا يوم الاتنين اللي فات ووجهنا رسالة لمعالي الوزير دكتور أشرف صبحي كنا بنتكلم على البث الأرض اللي أنا عارف أن الفيفا بيتعامل الزيف مع هذا الملف والحمد لله الرسالة اللي وجهناها لوزارة الشباب الرياضة من يوم الاتنين اللي فات كانت لها رد فعلي إيجابي جدا وحصلت تحرقات منذ يوم الاتنين لغاية لما تم الإعلان قبل مباراة الأهل وسيتل اللي تم خلال الأربعة أيام لغاية لما خدوا الحقوق وبتتزاع على البث الأرضي هنا داخل مصر أولا بشكر وزيري الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي على هذه الاستجابة ودور الإعلان مهم جدا أنه يلقى الضوء على بعض التفاصيل اللي ممكن المسؤولين نتيجة ضغوط العمل أو عدم المتابعة أو عدم قيام بعض الجهات المعينة اللي ممكن كاتحاد الكورة أن يتابع هذا الملف ويبلغ بالوزارة إحنا الحمد لله قمنا بدورنا وبلغنا الوزارة والوزارة تحركت وقامت بدورها ولأول مرة كاس العالم الأندية بيزيع في مصر على البث الأرضي فكرة الإزاعة الفضائية ده محتاج بقى تحركات قبلها بشهر أو شهرين مع إقامة البطولة وتحديد الفيفا لمواعيد البطولة لكن المهم أن الإزاعة حصلت والاستجابة تمت والبرنامج هنا الحمد لله كل كلمة بنقولها بتوصل لكل المسؤولين ودائما إحنا بنحاول نشتغل في إطار جماعي ما بنشتغلش في إطار فردي ولا بنوجه انتقاطات حدا إحنا يهمنا في النهاية مصلحة المشاهد المصري والأهلاوي بشكل خاص النقطة التانية الكمان المهمة جدا لما اتكلمت على إزاعة هذه البطولة إزاي ممكن نستفيد بيها قلت ولو بنسبة 10% ممكن الأهل يلاقي عبري المدريد حجم الإعلانات والمكاس اللي ممكن تتم لو حصلت هذه المباراة وبالفعل حصلت إذا بالتالي لما تخطط كويس وبتحضر كويس وعارف الهومورك بتاعك بشكل كويس ممكن تعمل نتائج إيجابية خلال الفترة اللي جاية دي بداية والفترة اللي جاية لما يكون فيه بطلات وفيه أحداث إفريقية مهمة هنوجه الرسالة وهنتعاون مع كل الجهات عشان خاطر جماهير القرى المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص